أهلا بكم من جديد أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة للتيار السلفي بعد تعرض ستة من رجال أمن للطعن في مدينة الزرقاء وتظاهر أكثر من ألف شخص اليوم في عمان مطالبين بإصلاح النظام وإسقاط حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت وحل البرلمان كما خرجت تظاهرات شارك بها المئات في كل من الكرك ومعان في جنوب المملكة واربط في شمال المملكة للمطالبة بالإصلاح يبدو بأن المطالبات بالتغيير والإصلاح أمست هاجس المواطنين مطالبات واحدة مع اختلاف المطالبين وهوياتهم واتجاهاتهم ففي الزرقاء قامت تيار السلفي الجهادي بتنظيم اعتصام للمطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية والإفراج عن معتقليهم والإصلاح وانتهت بإصابة أكثر من ثمانين من رجال الأمن العام أربعة من رجال الأمن العام في وضع حرج بسبب الطعن من هذا المنبر أقول بأن من يحاول الإخلال بالنظام والتأثير على أمن المواطن والوطن والممتلكات العامة والممتلكات الخاصة ورجال الأمن سنتعامل معه بقبضة حديدية اعتبارا من هذه الثانية وإلى نقطة البداية والجدل الدائر ما بين الحكومة والمتظاهرين تعود القصة بالمطالبة بالتغيير والإصلاح وقطع أيدي الفساد واليوم جاءت المظاهرات إحياء لذكرة هبة نيسان التي قامت عام تسعة وثمانين ذكرة اجتاحت نسماتها معظم المحافظات حتى وصلت العاصمة عمان أعتقد أنه مثل هذه المطالب هي استحقاقات ليست مطالب استحقاقات قد مضى عليها زمن طويل تحتعلق بالإصلاح الوطني والديمقراطي والقوانين الناظمة للحريات السياسية والقوانين الناظمة للوضع الاقتصادي حم التغيير قد تبقى بارتفاع في درجاتها حتى تعطي الحكومة كما يقول المتظاهرون أذنا ساغية لمطالبهم ولا يبات كلام الإصلاح بالنهار في سبات ليل الحكومات الطويل هبات نيسان جديدة قد تكون مفترقة طرق ما بين أجواء السكون وعصفات الحراك الشعبي والحزبي حراك لم يعد يرضى بإصلاحات عدها كما يقول بأنصاف الحلول فالحلول لا ترضى الرمادي من الألوان فإما الأسود وهو الأسوأ مع هباته الجديدة وإما الأبيض وهو ضالة الحكومات العربية مع شعوبها عماد العضاء لأم بي سي محافظة الكرك جنوب الأردن يلقي الرئيس الجزائري عبد العزيز